فماذا سيحدث؟ معركة السايز تحسم من المنتصر فيها لا يهد انظر إلى قوتي أنا أقوى منك بكثير تلك القوة لمك عمل صعب القوة نفسها عادت إليه تلك القوة هذا غريب جدا لا أعلم كيف استطاع أن يكتسب كل تلك القوة تنبعث منه حرارة ثانية أظن أن طاقة كيفولا الكبيرة هي سبب حدوث هذا الشيء طاقة كيفولا هي سبب ذلك قوته الفائقة واستيقظت ثانية هذا أمر رائح ويدعو إلى التفاؤل لا شك في أنه بعد إيقظ تلك القوة سيتمكن من هزيمتها أحسن أحسن أشعر بحرارة هل كان اسم قواتك الجديدة القوات المقادزة أم ماذا؟ بدأت أشعر بالحر لكن هذا لا يوثر علي لنستاني لن أخسر أمامك أخذت كيفولا شكل الساينز المذهل الثاني لقد ازداء الذين يستطيعون رفع مستوى أخوهم في القتال هيا زد قوتك يا هذا بزيادتها تزدق قبل النزال يبدو أن نزالهما سيحطم كل شيء ويجعله قده أبي وكيفولا؟ هذا يسمى جنونا هل تقصد بكلامك أن أبي وكيفولا يتنفسان على زيادة قوتهما؟ نعم مشكلة أشعر بشعور ما أتخيل أن يستطيع أن يتفر آلما بضربة واحدة يتضفق فيه أمرات مثل قطعة للذوق على أبي كان يقفها قبل أن يشتد خطارها أكثر ولكن أي استطيع ذلك؟ مهما بلغت قوتها فلن تصل إلى مستوى القوتنا بلامر هل وصلت إلى حدود قوتك؟ فإذاً، لا مشكلة، أي أن كان مستواك الآن فستترسل؟ يستطيع ذلك مع أنه يقف على التل ولم يغادر مكانه يمكنهم لم تصب أي ضربة منها